مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعية عبر الكتاب أين يذهب الدكتور منقذ السقار لكي ما يطعن في صلب المسيح؟ فهو لم يقدم دليلاً واحداً من القرآن أو من السنة على أن المسيح لم يصلب لكنه راح إلى العهد الجديد وحاول أنه يطعن في الرواية الكتابية كما سجلها لنا أو كما سجلتها لنا الآن جيل الأربعة وبعدين راح بعد كده قالك التاريخ لا يمكننا أن نصق في التاريخ فيوسيفوس كتب غلط وتسيتوس كتب غلط المؤرخين اليهود أو الرومان وحاول أنه يطعن فيهم وبعدين راح للعهد الأديم علشان يطعن أيضاً في نبوات العهد الأديم وعش كده حلقة النهاردة هي عن نص مهم جداً في العهد القديم وهو إشعياء 53 هذا النص الذي يتحدث بصورة مباشرة والذي كتب عنه أحد أعظم المفسرين الألمان عندما وصف هذا الأصحاح وقال كأن أشعياء النبي يجلس عند قدمي المسلوب ليصف لنا من هو هذا المسلوب ولماذا صلب فأشعياء 53 عن من تتحدث هذه النبوة وتحت عنوان هل ما جاء في إشعياء نبوة عن صلب المسيح هذا العنوان هو الذي وضع الدكتور منقذ في كتابه هل افتدان المسيح على الصليب ولكن لهذا من أهمية هذا الموضوع ولأن هذا الموضوع مهم جداً فأعتقد أن حلقة واحدة أن أشعياء 53 مش هات كافينا يمكن في هذه الحلقة ناخد الاعتراضات التي يعترض عليها الدكتور منقذ المتعلقة بإشعياء 53 والحلقة اللي جاية ناخد التفسير الصحيح اليهودي والمسيحي لإشعياء 53 لكن موضوع حلقة اليوم زي ما قلت هو أشعياء 53 عن من تتحدث هذه النبوة يقول الدكتور منقذ المعترض على نبوة أشعياء 53 هل ما جاء في أشعياء نبوة عن صلب المسيح يقول لنا إيبا لكن النصارى يرون أن ثمة نبوة في غير المزامير قد وردت في صلب المسيح ألا وهي ما جاء في إشعياء 52 و53 ويرى النصارى بينه وبين ما جاء في مركز فتم الكتاب القائل وأحصي مع أثمة ومقصوده كما لا يخفى ما جاء في إشعياء سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمة ومثل في أعمال الرسل والنص هو بقى هنا بيقول لنا والنص لا ريبة ولا ريبة قد تعرض للكثير من التلاعب والتحوير النص تعرض للكثير من التلاعب والتحوير هو طبعا لم ولن يقدم لنا كيف تم التلاعب والتحوير في هذا النص لكن وتجزم بهذا التلاعب عندما تلاحظ غموض عباراته يعني لما أنت هتأكد هذا التلاعب لما تقرأ أشعياء 53 وتشوف الغموض اللي موجود في هذه العبارات الغموض بالنسبة للمين؟ بالنسبة لك أنت ولا بالنسبة لنا أحنا؟ كويس؟ لكن احنا هناخد وحدة وحدة ونمشي مع الدكتور منقز يقول لنا وحينا تقارن نص إشعياء ما جاء في أعمال الرسل أعمال تمانية وهو ينقل عنه وفيه وأما فصل الكتاب لما نقرأ عن في لوبوس في أعمال تمانية وعن الخس الحبشي وإزاي أن الروح القدس أمر في لوبوس أنه أخذ في لوبوس لكي ما يرافق المركبة بتاعة الخس الحبشي والخس الحبشي كان قاعد بيقرأ في كتاب كان راجع من أرشالين من العيد وكان بيقرأ في الكتاب الذي كان يقرأه فكان هذا مثلشات سيقة إلى الذبح ومثل خروف صامت أمام جزي هكذا لم يفتح فاه في توضعه انتزع وقضاء وجيله من يخبر به لأن حياته تنتزع من الأرض اللي نبقى الدكتور منقز أنه هذا النص مختلف واحدة من الأشياء التي يطعن فيها هي أن هذا النص مختلف عن النص كما ورد في النص العبري أو النص اللي ما بين إيدينا والنص اللي ما بين إيدينا أو النص العبري بنطلق عليه النص المازوري والنص المازوري يقول في عدد سبعة وعدد تمانية ظلمة أما هو فتزلل ولم يفتح فاه كشات تساك إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها كويس فلم يفتح فاه من الضغطة ومن الدينونة أخذ وفي جيله من كان يظن أنه قطعة من أرض الأحياء النص اللي في أعمال تمانية هو النص المأخوذ من الترجمة السبعينية والترجمة السبعينية يا دكتور مرقز معمولة قبل المسيح بحوالي 250 سنة يعني الخصي الحبشي ولا فيلوبوس لم يغيره في النص لكي ما يتناسب مع المسيح كما تدعي حضرتك لكن لأن الخصي الحبشي كان يقرأ النص بحسب الترجمة السبعينية والترجمة السبعينية هي الترجمة اليونانية للنص العبري وكل ترجمة يا دكتور مرقز نحن نعلم جيدا كل ترجمة لها ما لها وعليها ما عليها فلا توجد ترجمة موحة بها من الله لكن الترجمة في حد ذاتها هي مجهود بشري محاولة لنقل النص كما هو من لغة الأصلية إلى لغة أخرى وعش كده بناجد ترجمات كثيرة وكل ترجمة ليها فلسفة وكل ترجمة ليها توجه وكل ترجمة يا دكتور مرقز بتأتي عند بعض العبارات كويس وبتكون بالنسبة لها عبارات صعبة وعش كده أنتو خرجتوا من هذا من هذه الورطة بأنكو جعلتوا ترجمة الكرآن ترجمة لمعاني الكرآن لأنك إذا ترجمت الكرآن كما هو هيبقى كلام تلاصم محدش هيفهم منه عاجة ولا يمكن لأي قارئ أجنبي يقدر يفهم كلمات الكرآن إذا ترجم من العربية إلى أي لغة أخرى فأنتو حميتوا نفسكم بأنكم قلتوا ترجمة معاني الكرآن وهي ترجمة معاني الكرآن لعبتوا في كلمات كثيرة وغيرتوا في كلمات كثيرة في الترجمات الأخرى فدي ترجمة ترجمة سبعانية أيضا ترجمة ترجمة سبعانية بتقول مثل شاة تنصيك على زبح ومثل خروف صامت أمام الذي يجزه هكذا لم يفتح فا في توضع تسع قضاءه وجيله من يخبر به لأن حياته تنتزع من الأرض فليس يا دكتور منكز المقصود هو التلاعب بالألفاظ أو تغيير النص فالخصي الحبشي كان يقرأ من الترجمة السبعانية للنص العبري وعش كده الدكتور منكز يقول لنا إيه لذا حق للمحققين أن يروا نصا حورة إزاي يحور؟ لما هو أساسا نص مترجم بقاله 250 سنة قبل المسيح روح لأي كتاب يا دكتور منكز وطلع الترجمة السبعانية وقارن الترجمة السبعانية بنص أعمال الروس الأصحاح 8 هتلاقيه نفس النص فمش المسيحيين هم اللي ترجموا الترجمة السبعانية ده اليهود هم اللي ترجموا الترجمة السبعانية لذا حق للمحققين أن يروا نصا حورة لينطبق على المسيح بجاد إزاي بقى؟ لما هو أساسا بيقرأ من الترجمة السبعانية وبعدين يقول لنا ودليل ذلك دي المصيبة الكبرى ودليل ذلك أن في لوبوس الحواري قرأ النص ولم يفهم منه أنه نبوة عن المسيح إزاي؟ هو حضرتك حضرتك قريت النص الكتابي وقريت الحوار اللي دار ما بين في لوبوس والخيس الحبشي بقى في لوبوس هو اللي مفهمش أن النص يتكلم عن المسيح أما أعتقدش أنه أنت قريت النص الكتابي أعمال تمانية يمكن أنت قريت سورة قرآنية النص الكتابي يا دكتور مرقز وأنا هقرأه قدام المشاهدين علشان يعرفه مين الذي لم يفهم أنه النص أن النبوة دي كان يتكلم عن مين أعمال تمانية أحبائي ومعليش يستحملوني علشان لأنه دي طامة كبرى ويعني غلطة من الغلطات الكثيرة التي يقع فيها الدكتور مونكس في أعمال تمانية يقول لنا هذه الكلمات عن في لوبوس والخيس الحبشي في أعداد العدد ستة وعشرين ثم أن ملاك الرب كلم في لوبوس يبقى ملاك الرب هو الذي كلم مين في لوبوس قائلا قم واذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدرة من أرشاليم إلى غزة التي هي بيرية فقام وذهب وإذ رجل حبشي خصي وزير لكل داكا ملكة الحبشة كان على جميع خزائنها فهذا كان قد جاء إلى أرشاليم ليسجد الراجل جي زيارة جي للحج يعني راح أرشاليم حج وراجع وكان راجعا وجالسا على مركبته وهو يقرأ النبي أشعياء فقال الروح الكدس تقدم ورافق هذه المركبة فبادر إليه في لوبوس وسمعه يقرأ النبي أشعياء يبقى في لوبوس سمع أن الخصي الحبشي كان يقرأ النبي أشعياء والخصي الحبشي كان يقرأ بصوت عالي ففي لوبوس عارف أنه كان بيقرأ من أشعياء النبي فقال لعلك تفهم ما أنت تقرأ يبقى مين اللي سأل مين مين اللي ما كانش فاهم اللي ما كانش فاهم يا دكتور منقز هو الخصي الحبشي وهنا ده سؤال بيوجهه في لوبوس هل أنت فاهم اللي أنت بتقرأ هل أنت فاهم اللي أنت بتقرأ ده كان سؤاله فقال لعلك تفهم ما أنت تقرأ فقال كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد أنا عايز حدي يفسر لي الجزء ده ده الخصي الحبشي بيقوله كده بيقوله إزاي هفهم لو ما حدش يفسر لي يبقى مين اللي ما كانش فاهم مش في لوبوس اللي ما كانش عارف أن يديني بوه عن المسيح لكن الخصي الحبشي هو اللي ما كانش عارف أن يديني بوه عن المسيح لكن تيجي هنا وتقول أن في لوبوس الحواري قرأ النص ولم يفهم منه أنه نبوه عن المسيح يبقى أنت أساساً ما قردش النص الكتابي أنت مش عارف مين اللي ما فهمش أنت مش عارف مين اللي ما فهمش مش في لوبوس اللي ما فهمش ده الخصي الحبشي هو اللي ما كانش فاهم وطلب من في لوبوس أنه يشرح له كويس يقول كده بعد كده كيف يمكنه إن لم يرشدني أحد وطلب إلى في لوبوس أن يصعد ويجلس معه وأما فصل الكتاب الذي كان يقرأ فكان هكذا الجزء اللي من أشعياء نبوت أشعياء وبعدين يقول له فأجاب الخص في لوبوس يبقى الخص سأل في لوبوس وقال أطلب إليك عن من يقول النبي هذا عن نفسه أم عن واحد آخر ده سؤال خص وهو بيكلم عن الجزء بيقرأ الجزء ده يقول له هو النبي هنا يتكلم عن مين يتكلم عن ألامه هو يتكلم عن معاناته هو يتكلم عن تجربته هو ولا هو بيكلم عن شخص آخر ففتح في لوبوس في لوبوس اللي أنت بتقول له ما كانش عارف ففتح في لوبوس وابتدأ من هذا الكتاب فبشره بيسوع في لوبوس كان عارف إنه دي نبوة عن المسيح وابتدأ من منطلق هذه النبوة يتحدث عن المسيح كلنا كغنى من ضلالنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا مجروح لأجل معصينا مصحوق لأجل أثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره يشوفينا ابتدأ في لوبوس من منطلق نص إشعياء 53 يبشر الخص الحبشي بالمسيح يسوع أنت بتكتب حاجات ونت مش عارفها دكتور مونكس ولا حد بيراجع وراغ غالبا أنت مش عارف مين اللي مفهمش ومش عارف مين اللي طلب مساعدة التاني وتقول لي هنا في لوبوس الحواري قرأ النص ولم يفهم منه أنه نبوة عن المسيح ده أنت أساسا ما قردش النص أساسا ما قردش أعمال الرسل وأنا أعتقد أن أنت ناقل نقل الكلام ده ناقله من حد تاني لأنه مفيش واحد يقرأ النص يرجع للنص ويقرأ يكتب الكلام يقع في الغلطة اللي أنت وقعت فيها دي يقول حتى أطلعه عليه خس حبشي كان وزيرا لملكة كلدانا ملك الحبش وبعد هذه القصة تنصر الرجل وعمده في لوبوس يقول لك فبادر إليه في لوبوس وسمعه يقرأ النبي أشعياء فلقال ألعلك تفهم ما أنت تقرأ ده واحد بنسميها إزاي إزاي تبدأ حوار مع شخص يعني أنا يعني أنا لو جيت يا دكتور منقذ ولقيتك قاعد كده في قعدة أنا ما عرفكش وبعدين بتقرأ بصوت عالي نص من النصوص نبوة من النبوات وأنا عايز أتكلم معك عايز أفتح معك حوار أقول لك أنت عارف بيكلم عن إيه النص ده أنت فاهم بيكلم عن إيه ممكن تقول لي آه ممكن تقول لي لأ ومن هنا يبدأ الحوار في لوبوس ابتدأ الحوار بسؤال ده اسمه فن الحوار لأن في لوبوس عارف أنه دي نبوة عن المسيح وابتدأ من هذه النبوة يبشره عن يسوع المسيح طيب التامة الكبرى بقى التامة الكبرى أن الدكتور منقذ السقار زي ما كلنا عارفين اقتباساته خاطئة اقتباساته غلط ومعظمها بيجيبها ويلويها عشان تخدم الغرض بتاعه حظك حظك يا دكتور منقذ أنك وقعت مع الدكتور حنة جرجس الخضري وأنا الدكتور حنة جرجس الخضري كان ليا شرف أني أكون واحد من تلاميذه كان الرجل بييجي من فرنسا مخصوص لأنه كان مقيم هناك كان بيجي من فرنسا مخصوص ويدرسنا كتبه تاريخ الفكر المسيحي وأنا لي الشرف أني أعرفه كشخص وأتقابل معاه كشخص وأول مجلد طلع للدكتور حنة جرجس الخضري كان سنة 81 وبعدين طلع المجلد التاني بعد كده والكتب الأخرى لكنه في المجلد الأول الدكتور منقذ عايزكوا تسمعوا دي مناظرة للدكتور منقذ عن إشعياء 53 وهو بيقتبس بيقتبس من كتاب الدكتور حنة جرجس الخضري وهوري لحضرتكم إلى أي مدى هو بيخدع المستمع وبيجذب عليه وبيقول كلام غير حقيقي فخلونا نسمع الفيديو ده ونرجع نعلق عليه نتحدث عن إشعية 53 وأبدأ وأقرأ لك ما قاله القص حنة جرجس الخضري القص الدكتور في كتابه تاريخ الفكر المسيحي المجلد الأول صفحة 36 نسمع بالحرف الواحد يقول إن عدداً لا بأس به من المفسرين عدد لا بأس به يعني الكثيرين مش قليلين مش واحد من اثنين يتردن كثيراً في نسب في نسب هذه النصوص إلى المسيح ضمناً منهم بأن الذي يتكلم عن إسرائيل كله كشخص محتقر مخذور ومقروف ممكن نعف هنا ماذا نعف هنا خليش خلي الفيديو واقف هنا خلوا بالك عايزكم تقروا معي الفقرة دي الفقرة دي بتقول على أن كثيرين من المفسرين ينسبون أشعياء اتنين واربعين واحد إلى أربعة وتلاتة وخمسين واحد واثنين خلوا بالكو الدكتور حنة هنا دقيق جداً ما قالناش أشعياء تلاتة وخمسين كله ما قالش أشعياء تلاتة وخمسين كله ده هنا بيكلم عن عدد واحد واثنين من أشعياء تلاتة وخمسين خليزكم يعني خلوا بالكو وإنتوا بتشاهدوا الجزء ده لأن الجزء ده مهم جداً أشعياء كام أشعياء تلاتة وخمسين عدد واحد واثنين طب أشعياء تلاتة وخمسين ده فيه خمستاشر عدد يبقى هو هنا الدكتور حنة جرجس الخضرة بيقول رأي بعض المفسرين في أشعياء تلاتة وخمسين أول عددين أول عددين وطبعاً الدكتور مونكس مش هيعرف أنهي أول عددين هل أول عددين من تلاتة وخمسين من صدق خبرنا ولمن أسعلين الزراع الرب نبت قدامه كفرخ وكعرك من أرض النيابسة لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه ولا فعلياً فعلياً أشعياء تلاتة وخمسين بيبدأ من آخر تلات أعداد من أشعياء تلين وخمسين هو ده عبدي يعقل يا تعالى وارتقي وتسامى جداً كما اندهش منك كثيرون كان منظره كذا مفسداً أكثر من الرجل وصورته أكثر من بني آدم طبعاً همش هيقولك بس أنا اللي هميني هنا إيه اللي هميني هنا إنه هو مقراش الريفرانسيس مقراش الشواهد هو مقراش الشواهد هو معرفش إنه الدكتور حنة جيركس الخضر مش بيتكلم عن كل أشعياء تلاتة وخمسين لأنه كلام الدكتور حنة جيركس الخضر يمختلف تماماً عن اللي بيقول الدكتور منقص طب نكمل نسمع الدكتور منقص مخذور ومقروض إيش معنى الكلام هذا يقول لكثير من المفسرين أيوة بيعتقدوا إنه هذا الشعية تلاتة وخمسين فين بقى شعية تلاتة وخمسين كانت الحقيقة أنهي يبقى عدد واحد واثنين عدد واحد واثنين كمل حدث عن شعب إسرائيل ما كان يتحدث عن المسيء عليه الصلاة والسلام كان يتحدث عن شعب إسرائيل مين اللي بيقول الكلام ده أستاذ أكيد مش أنا اللي بيقول الكلام ده هو القص حنى جيرجس الخضري بيتحدث عن علماء المسيحية عن مفسرين الكتاب بيقولوا إنه هذا النص بيتحدث عن شعب إسرائيل المخدوم شفتوا إلى أي مدى التدليس والضحك على الناس والكذب واقتباس النصوص بصورة غلط أنا هوريكو الدكتور حنى جيرجس الخضري قبل الفقرة ده بيقول إيه وبعد الفقرة ده بيقول إيه هو خد خد كلام الدكتور حنى جيرجس الخضري عن بعض المفسرين ونظرتهم إلى عددين اتنين بس من أشعياء تلاتة وخمسين هو عدد واحد واثنين ده مش فكر حنى الخضري ده هو بيقول إنه في البعض زي ما نهارده في البعض بينكر مثلا الخل وفي البعض بينكر تاريخية أدم وحوة ده مش معناه إنه ده الفكر المسيحي أو الفكر العام لكن حتى الدكتور حنى جيرجس الخضري ما قالش إنه دول بينكروا أشعياء كله تلاتة وخمسين ده قال عدد واحد واثنين شوفوا الدكتور حنى جيرجس لقد نطق بهذه الأقوار رجال الله الأطقياء في الجزء الأول في المجلد الأول الجزء الأول كويس مصقين من روح القدوس في كل عصر من العصور فكانت كلماتهم هذه عن المسيح حبارة عن مصابيح تتلألأ في جو مظلم مخيف فأنارت الطريق وفتحت باب الرجاء والأمل فإن عيون شعب الله وخاصة الذين كانوا ينتظرونه بالحق والاستقامة كانت مثبتة على هذه الوعود المختصة بمجيء المسيح المخلص والذين نطقوا بهذه الوعود وكثيرين من الذين سمعوها كانوا ينتظرون تحقيقها بفارغ الصبر طيب أنقل إلى جزء آخر من كلمات الدكتور حنى جريسي المخدر سفر أشعياء النبي نجد فصولا عديدة جدا تشير بطريقة واضحة وصريحة إلى المسيح وأننا لا نجهل أن بعض المفسرين بعض المفسرين قد حاولوا تسمية معظم هذه الفصول الكتابية في سفر أشعياء إلى الأمة أو نسبة معظم هذه الفصول إلى الأمة اليهودية كلها في أثناء السبي وبعده بيقول أبعض المفسرين بيعملوا كذا وبالأخص المفسرين اليهود وبالأخص المفسرين اليهود من بداية من العصور المظلمة القرن الـ 11 والـ 12 بدأ هذا التوجه اليهودي لكن قبل كده وهنتكلم عن التفسير اليهودي قبل ابن عزرة وغيره وأيام المسيح كان هذا إزاي كانوا اليهود بيفسروا هذا الجزء إزاي بيقول عنه التلمود وعن هذا الجزء من أشعال 53 وبعدين يقول ويقول هنا وبعده كعبد الله المتألم والمطروح والمزلول والمجروح والمحتكر والمغزول من الناس الذي لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه وإن البعض الآخر نسب الفصول إلى بعض الأشخاص بطريقة رمزية على أنه من الواضح البين يا دكتور منكز الدكتور حنة جيرجس الخضري عالم وباحث وأي باحث لازم يكتب الأفكار اللي موجودة حتى لو كانت أفكار خاطئة ده اللي بيعمله الدكتور حنة جيرجس الخضري اللي أنت ما تعرفهوش اللي أنت ما تعرفش تعمله مع أنه هذا الفكر لا يتناسب مع كلام الدكتور حنة جيرجس الخضري لأنه كلام الدكتور حنة جيرجس الخضري بيقول إيه على أنه من الواضح البين أن هذه الفصول تتكلم عن المسيح بطريقة لا تترك للشك أو مجالا ده اللي بيقوله الدكتور حنة جيرجس الخضري ده اللي بيؤمن به شخصيا أنه هذه الفصول تتكلم بصورة واضحة وبينة جدا عن شخص المسيح بصورة لا تترك للشك مكان ومنها قوله إلى آخر وبعدين يجي هنا كويس ده الجزء بقى اللي اقتبس الدكتور حنة جيرجس الخضري ولكننا نعتقد أن الصورة التي يقدمها الشعياء هنا سواء في أصحاح واحد وستين أو أصحاح واحد وستين وثلاثة وخمسين أو واحد وستين لا تنطبق على إسرائيل كشعب إلا بطريقة جزئية ولكنها تنطبق على المسيح بطريقة كلية أنا معرفش هو مين اللي بيجيب له الاقتباسات دي أنا لو لو واحد بيجيب لي الاقتباسات دي دكتور مونك الشغال معايا أفصله لأنه بيلبسني في الحيط لأنها غلط أعرف أنه فيه ناس بتقرأ وراك وإعرف أنه فيه ناس بتدور وراك وإنت صورتك وحشة في معظم وفي كل يمكن كل اقتباساتك أنت تحور الحق وتلوي الحق وتجعل الكاتب يقول ما تريده أنت أن تقوله مع أنه أي للعكس شوفوا بقى الدكتور حنى جرجس خدري بيقول نرجع إلى سفر أشعياء نرجع إلى سفر أشعياء فنجد في الأصححات الثلاثة واربعين من واحد إلى أربعة نصا قد نسبه البعض المسية ونسبه البعض الآخر إلى عبد الرب وعبد الرب في بعض أصفار العهد القديم قد يكون كناية عن شعب الله كله كما هو الحال في أشعياء كذا وكذا إلى آخر هذا الجزء على أن كثيرين من المفسرين ينسبون نص أشعياء تلاتة وخمسين إلى واحد واثنين إلى شعب إسرائيل لكن الحقيقة اللي بيقولها حنى جرجس الخدري أنه من الواضح البين مما لا يدع مجالا للشك أن أشعياء تلاتة وخمسين يتحدث عن المسية وليس عن الأمة اليهودية طيب أخذ مداخلة وأرجع أكمل مع حضر أخ جرج ألو مساء النور ألو مساء النور أهلا وسهلا بك دكتور أشرف أهلا شكرا دكتور أشرف أشعياء تلاتة وخمسين في أيامنا هذه سبب رئيسي بانتقال مئات اليهود من الإيمان اليهودي إلى الإيمان بالمسيح دا صح يلفط نظري الدكتور مايكل براون في ولايات المتحدة الأمريكية اليهودي انتقل إلى المسيحية بفضل أشعياء تلاتة وخمسين ولدي عشرات أو ربما مئات المناظرات مع رجال دين يهود بخصوص أشعياء تلاتة وخمسين يثبت بها أن لا يمكن أن يكون المذكور في أشعياء تلاتة وخمسين إلا المسيح المنتظر يشوع أو يسوع حتى أن هناك حاخامات يهود أرزوزوكس عندما يقرؤون الكتاب نبوآت أشعياء يتخطون تلاتة وخمسين ينتقلون من تلاتة وخمسين إلا أربعة وخمسين دون المرور تلاتة وخمسين لأنه يسبب لهم إحراج كبير جدا في التفسير لا يمكن أن ينطبق على إسرائيل هذه النبوء لا يمكن أن تنطبق إلا عن المسيح المنتظر هذه مداخلتي شكرا أخويا جورج وأنا أوضح دوان في الحلقة اللي جاية لأنه هاخد الجزء ده شرح كافي شامل لأشعياء تلاتة وخمسين لكن دي الحقيقة أكتر نص في العهد الأديم بيجيب يهود للإيمان بالرب يسوع المسيح المسية هو أشعياء تلاتة وخمسين بيطلق عليه شكرا أخويا جورج بيطلق عليه The Gospel According to Isaiah الإنجيل بحسب أشعياء ويطلق على أشعياء النبي الإنجيلي وكأنه كان معاصرا للمسيح وكان واحد من تلاميذ المسيح مع أنه كتب قبل المسيح بحوالي 700 سنة ومايكل براون ده واحد من العلماء اليهود الذين قبلوا يسوع المسيح من خلال إشعياء تلاتة وخمسين وكتب عدة كتب كتب سلسلة من الكتب عنده أربع مجلدات كويس أربع كتب تحت عنوان The Jewish Objection to the Messiah وبيأخذ اللي هي الاعتراضات اليهودية على أن يسوع هو المسيح وبيأخذ كل اعتراض ويحلله ويقدم لي وعمل مناظرات كثيرة جدا بهذا الأمر لكن أشعياء تلاتة وخمسين وحده هو الإنجيل الذي إذا قدمت اليهودي بيكون سبب لتغيير حياته لكن الدكتور مونكز يقول ما يقول هو بيجمع من هنا ومن هنا أنا عشان كده اعتراضات الدكتور مونكز أنا لما قريت الجزء ده هو عملي يجيب حتى من هنا وحتى من هنا فكري غير واضح ولا ترتيب في الأفكار ولا أي حاجة يعني هنمشي معاه يقول المدعي هو ما بيقول والمسلمون لا يرون في هذا النص أي نبوة عن المسيح يعني ما تقولش هم قبلوا النبوات التانية اللي في الكتاب المؤدسة عن المسيح يعني 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 هو جات على النص ده لما انت أساسا رافض الأنجيل اللي بتتكلم عن صلب المسيح والمسلمون لا يرون في هذا النص أي نبوة عن المسيح ويستغرب المسلمون هو اللي بيتكلم بلسان المسلمون ويستنكرون من الربط بين نص أشياء وقصة الصلب في الأنجيل فنص أشياء يتحدث عن عبد فيما يقول نصارى بألهية المسيح فكيف يجمعون بين عبوديتي لله وألهيتي في وقت واحد وهذا هو أحبائي الجهل بعينه للأسف هو لم يدرس يعني إيه كلمة عبد وكيف وردت في الكتاب المؤدس وبالأخص في إشعياء وبالأخص في إشعياء وبالأخص في هذه القصائد التي نطلق عليها قصائد العبد المتألم 42 49 وخمسين و53 وكيف أن كلمة واحدة استخدمت بأكثر من معنى وزي ما نقرأ لما نقرأ النصوص دي نحن نعلم إقراها يا دكتور مونكيز وقول آه في مرة إسرائيل وصف كعبد وفي مرة أيضا البقية التقية وصفت بعبد لكن هناك في عبد شخص واحد أشعياء 53 آه إسرائيل وصفت بالعبد وأتكلم عن الجزء دون بوضوح في المرة اللي جاي لما أتكلم عن فكرة العبد لكن إسرائيل كشعب وصف بالعبد لكنه عبد أعمى وأصم لا يفهم للأسف عبد سلم نفسه لعبودية الشيطان وعبد الأوثان ورح السبل إسرائيل لكن لما يجي هنا عن أشياء 53 بيكلم عن شخص مينفعش تطبق 53 على الشعب إسرائيل لأن هنا هذا الشخص تألم ليس بسبب خطيته لكنه تألم بسبب خطية الآخرين هذا الشخص لم يفعل خطية ولم يوجد في فمه غش لم يفعل ظلما لكنه تألم وهنا يقول مجروح لأجل معصينا مصحوق لأجل السلام وتأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا لم يفعل أمرا أمرا أو خطية ما شعب إسرائيل عقب وتألم بسبب خطيات لكن المسيح هنا في أشياء 53 تألم بسبب أنه حمل خطية كثيرين وشفعة في المزنبين دي الحقيقة اللي أنت مش عايز تقبلها ودي الحقيقة اللي أنت بتحاول تلف وتدور أن أنت تنكرها أنك تنكر كفارة المسيح وممته الفدائي نيابة عنها وطبعا أي 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 واحد درس المسيحية درس ألف به المسيحية دكتور منقص يقدر يفرق ما بين المسيح بحسب النسوت وبحسب اللهوت يقدر يشوف أنه حياة المسيح الذي وضع نفسه وقطع حتى الموت موت الصليب ويقدر يشوف أيضا المسيح الممجد وعش كده حياة المسيح الدكتور منقص بتنقسم إلى قسمين مهمين جدا بين سميه قسم الاتضاع وقسم التمجيد اتضاعه بيبدأ بيتجسده ودخوله إلى هذا العالم وحياته وخدمته وبتنتهي بصلبه وبموته لكن تمجيده بيبدأ بقيامته من بين الأموات وبخدمته الشفاعية من أجلنا وبمجيئه لكيدين الأحياء والأموات حضرتك ما تعرفش حاجة خالص عن المسيحية ولا تعرف عن كيف نرى يسوع المسيح ولا الاتحاد بين اللهوت والناسوت أنت بس بتخبط شمال ويمين وخلاص تيجي معاك ما تجيش معاك يقول لنا كمان يقول لنا ايه الدكتور المركز وهذا العبد قبيح في منظره مخزول محتكر لا يعتد به فهو ليس المسيح على أي حال طيب انت قريت الاناجيل بتكلم هنا عن ايه دكتور منقز قريت الاناجيل وقريت حياة المسيح تكلم عن ألامه تكلم عن ان الزاهي انه رجل اوجاع ومختبر الحزن وكمسطر عنه وجوهنا لم نعتد به ألم يحتقر المسيح من الناس ألم يرفض المسيح من الجموع ومن القادة اليهود ألم يجلد ألم يبثق على وجهه ألم يوضع على رأسه اكل الشوق ألم يهان دي ما بتقرهاش في الاناجيل دي ما انت مش عايز تقرى النص ده لا تقتنع به وذا عبدي كان منظره كذا مفسد أكثر من الرجل وصورته أكثر من بني آدم لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه محتكر ومخزول من الناس رجل أوجاع ومختبر الحزن وكمسطر عنه وجوهنا محتكر فلم نعتد به عارف يا دكتور ممكن لو انت درست اشعياء 53 كنت جيت بأفكار أحسن من دي كنت عرفت انه دي النظرة اللي نظر أولا إليها أو نظرة المؤمنين قبل ما يؤمنوا بالمسيح بالمسيح نظرة نظرة المخلصين غلطان كانوا وأنه حمل أحزاننا لكن حضرتك ما درستش النص ما فيش ولا مرجع مسيحي يا دكتور مركز جبته في كتابك وكأن تفاسير المسيحيين هي تفاسير كفرة ما ينفعش تحطها في كتابك ما بازلتش مجهود ما درستش انت بتجمع من هنا وهنا وخلاص اللي يخدم غرضك طيب نجي إلى جزء آخر ويقول هنا والنص يتحدث عن الذي لم يفتح فاه كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جذيها فلم يفتح فاه وبعدين بقيت حفن الدكتور منقز بتفسير الجزء هذا شوف بينما المسيح تكلم مرارا وتكرارا فلقد قال لبيلاتوس أثناء محاكمته أنت تقول أني ملك لهذا قد ولدت أنا ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق كل من هو في الحق يسمع صوتي وبعدين المسيح أيضا قال مملكتي ليست من هذا العالم لو كانت مملكتي في هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود ولكن الآن ليست مملكتي من هذا العالم كلام ده قاله المسيح أثناء محاكمته عبارات أليلة قالها المسيح قدام محاكمته لكن ما المقصود يا دكتور منقز بالنص أنه لم يفتح فا كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيه هل أبدى المسيح أي مقاومة جسدية للحكم عليه بالصلب جاوبني هل قاوم هل قاوم هل استخدم السيف مع بوتروس في بستان جسيماني لما جوم يقبضوا عليه وحاول يدافع عن نفسه وحاول يهرب ولا قدم نفسه ليهم هل مواقف قدام اليهود كان بيقاوم جسديا أنه يصلب ده المقصود يا دكتور مونكس بي لم يفتح فاه كشاة انتصاق إلى الذبح ليه دكتور مونكس هو عمل كده ليه كان مسلم نفسه ليه كان مسلم نفسه ليهم ألا يستطيع أن يقاوم ألا يستطيع أن يطلب من الآب أن يرسل له ملائكة ألا يستطيع أنه يصنع معجزة بيها يفك القيود وبيها أيضا يهرب من الموقف كان يستطيع ده لما بوتروس استخدم السيف وابق بوتروس عرف ليه دكتور مونكس لحاجة أنت تعلمها بس يمكن بتنكرها أنه لأجل هذا قد جاء لأجل هذا قد جاء المسيح قد جاء لكي ما يصلب المسيح قد جاء لكي ما يضع نفسه فدية عن كثيرين المسيح قد جاء لكي ما يحمل أحزاننا ويحمل خطيانا لأجل هذا قد جاء ولأجل هذا وضع نفسه ولأجل هذا لم يقاوم ولأجل هذا أيضا قال لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها هو دي إراته عشكده الكشات تساق إلى الزبح وكان عجة صامتة أمامك دمما كلام اللي أنت بتقوله ده كلام كلام ينم عن عدم المعرفة كلام واحد عايز ينتقد وخلاص دون أن يعرف الحق هل أشعياء بقى هيا دي بقى أي الغريبة تعالوا أن نشوف الجزء دو لأنه في يعني شوية زوبة كده يقول لنا إيه وأما قوله وأما قوله قول النبوة من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب فهو سؤال يفهم منه أن الخبر المقصود هو نجاة المسيح الذي لم يصدق أحد عرفت منين جبتها منين دي ده مش مذكورة في الأنجيل حتى من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب ويريتك ترجع إلى الكتاب المعدس وتشوف كلمة استعلان زراع الرب وردت فين وفي أنهي مناسبة لأنها مرتبطة بتدخل الله لخلاص الإنسان فزراع الله امتدت بقوة على أرض مصر للدينونة ولخلاص شعبه من العبودية وهنا أيضا نجد أن الله يتدخل لخلاص الإنسان وليس لنجاة المسيح كما تقول لأن خلاص الإنسان يكون بموت وقيامة المسيح ويجيب النص كما يرى الأستاذ منصور حسين منصور حسين كويس ذكر لنا واحد وأنا دايما أروح أعمليه لما يسكن لنا واحد أرجع للمراجع بتاعته أدور على الأستاذ منصور حسين أهو دعوة الحق بين المسيحية والإسلام منصور حسين عبد العزيز طبعة نين مكتبة علاء الدين الأسكندرية لكنه لا يوجد أيضا صفحة لكنه الراجل تعب واهتم أنه يذكر لنا يسجل لنا مرجع إسلامي هو عايز يعمليه هو عايز اللي يقرأ الكتاب ده يروح للكتب الإسلامية اللي هو جايبها اللي بتنتقد المسيحية كويس اللي بتأكد كلامه هو وما يروح ش الكتب مسيحية لأنها ممكن تقدم إجابات على الأسئلة اللي هو بيتراحها فما يذكرش أي كتاب مرجع مسيح يقول لك فلان قال ملمن قال طب كتابه فين مرجعه فين ما يذكر لكش للموضوع ده خالص هناك كمية دهاء وخبث شديدين للأسف حتى في كتابة ما يطلق عليه الدكتور منقذ كتاب موضوعي أكاديمي لكن خلينا نكمل بأن الذي صدق بنجاة المسيح شخص هذا الشخص محتقر مخزول من الناس رجل أوجاع ومختبر الحزن وكمسطر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به إن الذي تحمل الأوجاع خليوا بالكو من الجزء ده إن الذي تحمل إن الذي تحمل الأوجاع والذي احتقر وباء بإثمه وإثم المتآمرين معه أنه يهوزة يعني النبوة دي بتتكلم عن مين بتتكلم عن يهوزة يهوزة الخائن الذي رأى عناية الله تحيط بالمسيح وهو يصعد وينجو فهو مجروح لأجل معاصينا مصحوك لأجل أثامنة يهوزة مجروح لأجل معاصينا ومصحوك لأجل أثامنة يهوزة الإسخريوتي بصراحة أبدعت ولا فيه أحسن من هيك زي ما يقوله إيه الجمال اللي انت بتقوله ده يا دكتور مونكس يهوزة الإسخريوتي هو المجروح لأجل معاصينا مصحوك لأجل أثامنة يعني هو هو واحد المفروض أنه كويس ولأنه كويس فهو جرح لأجل معاصينا إحنا ومصحوك لأجل أثامنة نحن يعني إذا كان يهوزة هو الفرد الاندفيدجول مين 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 دول إحنا مين اللي بيشير إليهم بالجمع دول اللي هما يعني معاصينا يقوله عنهم معاصينا لأجل معاصينا أورز ترانس باسس هو بيشير مين دول التلميذ ولا اليهود ولا الرومان ولا مين فلقد تحمل يهوزة وذر المؤامرة وضع عليه إثم جميعنا لأنه التلميذ الخائن وكان هؤلاء اليهود كالغنم الضلة فكلهم كغنم ضلوا سمعتوا تفسير أجمل من كده عايزين إيه بصراحة أنتوا يا مسيحيين معاقا دين الدنيا الراجل هنا فصل لكم التفسير الصح وجب لكم المعنى الصح أن أشعياء 53 مجروح لأجل معاصينا مصحوك لأجل أثامنا هذه الآية تحققت في يهوزة لأن يهوزة هو الذي أتى عليه شبه المسيح فحمل هو أثامنا وخطيانا على الصليب أو أتى أقول أنه محاولات إنكار صلب المسيح بتحتاج إيمان أكبر من تصديق المكتوب أن المسيح صلب يعني اللي بيقوله الدكتور منكز هنا ملهوش أي معنى ولا لوجيك ده النص بعيدة عن كده خالص الأغرب من كده بقى أغرب من كده يبقى هو أول حاجة قالنا إنه أشعياء 53 ده المفروض يبقى عن مين عن يهوزة هو المجروح وهو المصحوك لأجل معاصينا الرجل راح ووقع عليه شبه المسيح فحتى المسلمين مش متفقين على كده بس زي بعده فهو صلب بدل المسيح طيب يجي بقى يقولينا إيه خلوا بالك وهنا أنا حطيت هو يهوزة ولا محمد مسكين سداني دكتور منكز ما هو مش عارف مش عارف النص ده ينطبق على مين ينطبق على يهوزة ولا ينطبق على عمد ده هنشوفه يقولينا إيه وقد ظن الناس أنه قطع في أرض الأحياء وأنه ضرب من أجل ذنبي وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء أنه ضرب من أجل ذنبي لكن الحقيقة غير ذلك الحقيقة هناخدها منين بقى ناخدها من تفسير الدكتور منكز ليه لأن الدكتور منكز عنده الحق اللي احنا ما نعرفهوش هو رجل عنده استنارة كده احنا ما نعرفهوش فكل تفسير المسيحيين وكل تفسير اليهود وكل المراجع دي غلط غلط هو خدوا بقى الحق مني ولكن الحقيقة غير ذلك وفي النص الإنجليزي من سيعلن لجيله أي أن الحقيقة خلوا بالكم أي أن الحقيقة الخافية أن محمد أنه محمد صلى الله عليه وسلم يعني محمد هو اللي هيعلن الحقيقة المخفية لجيله يعني هو ياخد نص آية يروح يقول ليه دي لمحمد ونص آخر دا ليهوزة لأنه ما عندهوش تفسير لأنه ما عرفش يفسره لأنه عايز يهرب من حقيقة أن هذا النص يتحدث بصورة مباشرة عن شخص يسوع المسيح هو في ورطة فيعمل إيه؟ يجيب شمال ويجيب يمين وخلاص يعني النص دو أنه لما يقول أنه في جيله من كان يزل أنه قطع من أرض الأحياء يقول لك آه النص دا يتحقق في رسول الإسلام لأنه هو الذي يجي ويعلن لجيله ما كان قد أخفي عن المسيح ويكمل النص واصفا يهوزة هو يهوزة ولا المسيح ما ترسيلك على حل في لحظة محاكمته على أنه لم يعمل ظلما يهوزة لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش أكيد أنتم بتتحكوا معايا زي ما أنا بتحك وأنا بقرأ النص دا مش استخفافا بالدكتور مونكس وشخصه لكن استخفافا بمحاولات إنكار صلب المسيح وجعل صلب المسيح ليس له علاقة بأشياء 53 كل دي كل دي محاولات فظيعة وبعدين في نفس النص يقولك فالأصحاح يتحدث عن قصة بني إسرائيل وذلهم في بابل بسبب معاصيهم ومعاصي سلافهم طب هو ينفع ياخد جزء منه ليهوزة وياخد جزء منه لرسول الإسلام وياخد جزء منه لشعب إسرائيل تم تدي حتة للمسيح ما تسيب حتة فيه لشخص يسوع لا 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 هو يوزعه زي ما هو عايز يوزعه ويفسره زي ما هو عايز يفسره لكن عايز أوريكو إلى أي مدى إلى أي مدى فشل الدكتور منقذ في أنه حتى يشرح لنا معاني أشعياء 53 وأنه سيظل أشعياء 53 هو نبوة قيلت عن شخص يسوع المسيح وعن صلبه قبل الصلب بأكتر من 700 سنة لكنها نبوة وطحة جدا عن ما سمع يسوع المسيح أنه جرح من أجلنا أنه حمل خطيانا أنه يشفع في المزنبين أنه مات نيابة عننا ونكمل مع بعض معنا هذا الأصحاح في الحلقات اللي جاية فإلى أن نلتقي سلام المسيح يكون معكم